أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين في الحديث الشريف الناس معادن كمعادن الذهب والفضل بعض الناس مثل معادن الألماس وبعضهم مثل الذهب وبعضهم مثل الفضل وبعضهم أقل من ذلك مثل الياقود مثل العقيق وبعضهم مثل الفحم وبعضهم أقل من ذلك معادن الناس تختلف حتى أولئك الذين هم في القمة يعني هم مثل الألماس كما أن الألماس درجات كذلك الناس الأخيار درجات القرآن يقول وفوق كل ذي علما عليم هناك عالم وهناك أعلم وهناك علامة درجات في العلم كذلك في بقية الأمور في الشجاعة هناك من هو شجاع هناك من هو أشجع من الشجاع كان في السابق يقولون فلان بعشرة يعني قوته وسرعة حركته تساوي عشرة أشخاص لو هجم عليه عشرة من الأشخاص لغلبهم وهناك من يقابلون المئات بل كان يقال عن بعضهم أنه يقابل بألف لو هجم عليه ألف من الأشخاص كان قادرا على أن يصدهم ويهزمهم وينتصر عليه في الأمور المعنوية وفي صفات الخير أو الشر لا يوجد سقف هناك من هو يستخدم الشر هناك الشرير هناك من هو أكثر شرا من الشرير هناك صاحب الخيرات هناك من هو أخير منه المهم الناس معادن هذه المعادن مدعة في دواخلنا معادن الخير ومعادن الشر يعني الإنسان عنده نفس لوامة تمنعه من أعمال الشر وهناك النفس الأمارة بالسوء كلتا نفسين موجودة في داخل الإنسان أيها ما تستخرجه أنت العقل نائم في حديث العقل نائم والهوى يقضان يعني إذا كانت عند الفرد أهوائه مستيقظة شهواته تدفعه إلى أن يرتكب الموبقات وعقله نائم لا يفكر في العواقب العقل نائم والهوى يقضان أنت بحاجة إلى أن تستخرج الكنوزة من داخلك حينما نقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضل فكأننا نقول استخرج معادن الخير من داخلك كما نستخرج نستخرج المعادن من داخل الأرض انظر لو الآن أعلنوا في أي مكان في العالم أن هناك في الصحراء اكتشف بعض المار معدن الذهب ولا يملك أحد هذا المعدن لا تدافع الناس للأصول إلى ذلك الصحراء واستخراج الذهب منها مع أن الكل يعرف أن استخراج الذهب من التراب ليس أمرا سهلا يعني لا توجد قوالب من الذهب موجودة في التراب كما نهتم باستخراج الذهب من التراب لا بد أن نهتم باستخراج الصفات الطيبة والخيرة من دواخلنا يعني استخرج شجاعتك استخرج كرمك استخرج ما يأمرك به وجدانك وضميرك الصفات الحسن الموجودة فيك استخرجها اهتم بها قد يسأل سائل كيف نستخرج الكنوز الكنوز المدعة فينا الجواب بأمور ثلاث بالتفكير والتقدير وحسن التدبير فكر التفكير أبو كل خير وأمه كما يقول الإمام الحسن سلام الله عليه إذا هناك تقدم في الأرض فهو نتاج التفكير انظر بعض الناس لا يفكر في العوالي مثلا يفكر دائما في بطني ماذا يأكل كم يكون الطعام ولذيذا لكن لا يفكر في ما وراء ذلك تصوروا العين وسيلة الرؤية أنت بعينك ترى الأشياء إذا سقط شيء من عالي تراه بعينك ثم تنقل هذه الصورة إلى عقلك هنا دور التفكير دور العقل أن يفكر فيما رأت العين كان اسحاق نيوتن جالسا تحت ظل الشجرة فسقطت تفاحة من الشجرة كم من الناس يرون تفاحات تسقط ارتقالات تسقط مختلف أنواع الفواكه تسقط من الأشجار لكن أغلب الناس يفكرون أن يمسك بهذه التفاحة ويأكلها أن يفكر في طعم التفاحة ربما في فائدة التفاحة لكن اسحاقني لتنفكر لماذا سقطت هذه التفاحة لماذا لم تصعد لفوق الفضاء فضاء تحت التفاحة وفضاء فوق التفاحة من هنا اكتشف الجاذبي من خلال ماذا؟ من خلال التفكير التفكير وسيلة من وسائل استخراج الكنوز المدعة في أنفسنا وكذلك التقدير أن توزن الأشياء أن تقدرها بقدرها وأيضا حسن التدبير هذه وسائل ثلاث التفكير والتقدير وحسن التدبير تؤدي إلى استخراج الكنوز المدعة في دواخلنا فكر بشكل جيد وفكر في المعالي في الأمور العالية وإلا لا تنسى أن جميع الناس أجلك الله حتى السفلة يفكرون في بطونهم في ثيابهم في ما يشربون وما يأكلون وعلى ما ينامون وما يجمعون هذا كل الناس يفكرون فيها لكن الإنسان الخير الإنسان العظيم بالإضافة إلى هذه الأمور يفكر فيما هو أعلى منها استخرج كنوزك المدعة فيك بالتفكير والتقدير وحسن التدبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته